معي الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أستاذ محمود مساء الخير مساء الخير يا أبي أهلا بيكم بيون شاهدين الوضع بيروح على فين في قطاع غزة مع القصف المستمر وسوق الأوضاع الإنسانية ويعني أكيد استمعت للمقدمة وصيد زينة هي واحدة من ضمن أطفال فلسطينيين كثر عندهم نفس الشعور بعدم الأمان طول الوقت وعندهم استصعاب لفكرة التهدئة اللي هي أيضا أصبحت أمر عصي وأمر يكاد يكون مستحيل يعني في فلسطين يعني أطفال فلسطين ليسوا ككل أطفال العالم وليسوا حتى ككل أطفال العرب أطفال فلسطين حاضرهم مضمر ومستقبلهم منسوف بسبب الممارسات الإسرائيلية لا يحلمون كما يحلم باقي الأطفال كما تفضلت حضرتك في المقدمة لا يحلمون كباقي الأطفال باللعب والرفاهية ثم المستقبل ماذا سنكون في المستقبل إنما يحلمون فقط بأن يعيشوا في هدوء وأن تتوافر لهم مقاومات الحياة العادية جدا التي تتوافر لأي طفل في أي مكان وهذه رسالة إلى العالم هذه الوصية وهذه الرسالة رسالة إلى العالم كله وليست يعني مجرد رسالة للتداول لكن هي رسالة للعالم لكن هل العالم يستمع يعني طبعا مع الألم الشديد اللي احنا بنقرأ به وصية زينة لكن كان في قبلها أطفال شهداء كثر وحتى أطفال رضع ومقاسي إنسانية كثيرة في غزة وفي فلسطين كلها وفي الأراضي المحتلة على مدار عقود الآن هل العالم بيستمع؟ هل العالم من النهاردة الأصوات دي أصبحت يعني أمر عادي بقى وخلاص والأمور كده بتحصل بشكل اعتيادي ومحدش بقى يتأثر باللي بيحصل بفلسطين؟ للأسف الشديد يعني أصبحت هذه الأمور أمور اعتيادية ربما هناك مصطلح في إسرائيل عندما يتم قصفهم بالقذاة في بدايات الصنع من جانب فصال المقامة الفلسطينية يقول هناك ما يعرف عندهم بإصابة بالفزع وهذا أمر عظيم بالنسبة لهم أما أطفال هنا أطفال فلسطين عندما يموتون ويستشهدون ويدفنون تحت الأنقاض تمر المسألة مرور الكرام ولا أحد يرتفت لأنه أصبحت الممارسة يومية ولم تعد تصار الضجة الكبرى وكما تفضلت حضرتك النمازج عديدة وكثيرة جدا لأطفال يعني ربما اشتهر منهم محمد الدرة أنا بفتكر ما حضرتك يوم استشهاد محمد الدرة العالم كله كان قلبه بيدمي وإيه اللي حصل تاني يوم؟ لا ترجمة عملية يدمي العالم وضمير العالم المستيقظ وكل الكلام الذي يمكن أن يقال ما هو الإجراء العملي؟ ما هي الإرادة الحقيقية لاتخاذ إجراء لحماية هؤلاء الأطفال حتى بدافع إنساني بغض النظر عن كونين فلسطينيين وأصحاب حقوق تاريخية هم وأهلهم في الأرض وفي الحياة لا يوجد أي تحرك علامي والآن إسرائيل ما زالت تمارس غيها وبغيها وتعلم بكل فجاجة أن العملية مستمرة وأن التصايد مستمرة وأنها لن تتوقف ولن تقبل حتى يعني بالوساطات التي ترحت بشأن تخفيض التصايد والتوقف عن استهداف المقاتلين أو حتى استهداف المدنيين المدنيين حتى ربما يكون يعني تقول أن المقاتلين أو أنعاص المقاومة يمثلون خطرا عليها فماذا تمثل طفلة مثل هذه وماذا كان يمثل غيرها من الأطفال الذين كنا شهود عيان أحيانا على مقتلهم أثناء عملنا في تلك الأراضي كانت قلوبنا تدمي ونستسرخ العالم كله ولكن الضمير العالمي للأسف يتوقف فقط عند حدود الدموع وربما تكون دموع تماسيح وليست دموعا حقيقية الوضع في غزة الحقيقة شديد الخطورة وليس الأول من نوعه وما زالت مخيمات جينين تحكي المآسي التي جرت فيها العام الماضي وما زالت العملية العسكرية التي تتنقلها وكالات الأنباء من عمليات قصف مدمر لأحياء مدنية والآن يعلن منذ قليل أعلنوا أنهم وفقوا على إخلاء الأجانب ومعنى ذلك أن التصعيد مستمر وأن الحبل على الجرار كما يقال وأنه من الممكن أن تتخذ إسرائيل أن تفعل الكثير من الحماقات أكثر مما فعلته خلال الأيام الماضي بالسيناريو اللي بيتردد من حين لآخر الحقيقة كل فترة كل ما بتحصل موجة من موجات التصعيد هو اندلاع انتفاضة جديدة وخصوصا أحيانا بيبقى في تحليلات كثيرة عن تفاعلات مختلفة بتحصل داخل الفصائل مع طبيعتها المختلفة يعني فهل حدتك شايف أن التصعيد ممكن ياخد الشكل دوت ولا تبقى الأمور أيضا ضمن دائرة التصعيد ثم التهدئة أو التصعيد ثم التهدئة بنفس الشكل يعني الظروف التي وهيئت للانتفاضة الفلسطينية الأولى في العام 87 ثم الانتفاضة الفلسطينية الثانية أعتقد أنها غير مهيئة الآن الدخل الفلسطينية حقيقة غير مهيئة لهذه الانتفاضة وإن كان المواطنين الفلسطينيون على استعداد لأن يضحوا بالغالي والنفيس حتى يخلصوا مما يجري لهم ولكن كما لاحظنا أن إسرائيل تستهدف فصيلا وتترك فصيلا تستهدف قادة الجهاد الإسلامي مثلا تترك حماس حتى تفت في عدد المقاومة وتحاول الوقيع بينهم وهنا نحن نرى أيضا مخاولات التقارب بين فتح وحماس أيضا ما زالت لم تتم ولم تأخذ الشكل الذي كنا نتوقعه ونتمنه جميعا وكم نادى قاداتنا ونادى مفكرون ونادى كتابنا بأن الوحدة الفلسطينية مصر نفسها دائمة الاستضافة لكل الفصائل وتجمع الجميع على طاولة واحدة بحثا وراء المصالحة المفقودة تؤتي للوقت مصر بزلت جهود كبيرة جدا لإنجاز مصالحة فلسطينية ولكن يبدو أن هناك أطراف إخليمية ودولية تعبث في هذا الجزء من الواقع الفلسطيني وتعوق عملية المصالحة وهناك فصائل فلسطينية الأسف الشديد رغم كل ما يقدم لها من عروض ورغم كل ما يقدم لها من مبادرات وكلنا تابعنا كيف قامت مصر بجهود مضنية واستضافت عشرات الاجتماعات سواء هنا في القاهرة أو من اجتمعت بهم في أماكنهم في غزة أو في الضفة لهدف وحيد هو تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وتحقيق التقارب بين الفصيلين الأكبر فتح وحماس لأن هذه الوسيلة الوحيدة لأن يواصل الفلسطينيون مقاومتهم ويواصل الفلسطينيون كفاقهم حتى تخلصوا من هذا لا أجد ما أسميه من ألفاظ على الممارسات الإسرائيلية التي تقوم بها لكن بالمناسبة يا أستاذ محمود بعض التفاعلات الأمريكية الداخلية تشيب تحول في المزاج العام يعني يمكن من ضمنها بعض الاستطلاعات الرأي اللي بتجرى حتى داخل معسكر الديمقراطين ودايما كان قبل كده مقتصر معارضة إسرائيل ومعارضة الدعم الأمريكي لإسرائيل على القطاع اللي هو بيسمى القطاع اليساري أو القطاع التقدمي البروجريسيف داخل الديمقراطين أو داخل الحزب الديمقراطي اليوم أصبحنا نجد المعارضة بتتوسع المعارضة الأمريكية لدعم إسرائيل بتتسع شيئا فشيئا هل ممكن نكون قدام التطور أو تحول أمريكي في التعاطي مع إسرائيل خصوصا أنه بدأنا نسمع بشكل متكرر كلمة الأبرتايد أو الدولة العنصرية دولة الفصل العنصري في إشارة إلى إسرائيل وده ما كانش أمر مقبول أبدا في السابق يعني حقيقة مع تفاعلنا بهذا التطور الكبير في حتى الخطاب الداخلي الأمريكي ولكن للأسف الشديد وما يجعلنا نحزن أن هناك استراتيجية أمريكية واضحة ومستقرة وثابتة تقوم دائما على دعم إسرائيل وتفضيلها وجعلها هي القوة الأكبر مقارنة بكل محيطها العربي بالتأكيد هناك رأي عام سواء داخل أمريكا أو في الداخل الأوروبي نظرا لما ترتكب إسرائيل من جرائم ضد الشعب الفلسطيني جرائم يندلها الجبيد ولا تمثل الإنسانية بالصلة وهي يعني أنا أعتصار أنها جرائم لن تسقط بالتقادم لأنها حقيقة خارج كل نطاق السياقات الدولية والأعراف والقوانين وكل حقوق الإنسان التي يتغنى بها العالم ولكن يعني مسألة أن يتحول هذا التغاطف وهذا التغير في الخطاب الداخلي الأمريكي أو الرأي العام الأوروبي أن يتحول إلى رد فعل عملي وحقيقي ده مربط الفرس أتصور أنه بعيد المنال لأنه عندما يتحول رد فعل حقيقي الأمور سهلة جدا يمكن أن تكبر إسرائيل على الجلوس بشكل حقيقي إلى مائدة مفاوضات وأن تختار مشروعا من عشرات المشروعات التي عردت عليها لحل القضية الفلسطينية وأن تعيد للفلسطينيين حقوقهم وأن يكون هناك دولتان وأن يجب بشروط تضمن الفلسطينيين هو مع الأسف يعني حتى حل هذا هو الأمر المقبول عمليا أما أن نتغنى بتغير الرأي العام أو غيره حقيقي هذا يعني أنا أتصور أنه أمر غير مجدي يجب أن تكبر إسرائيل على الجلوس إلى مائدة مفاوضات حقيقية وأن تستجيب لرغبة الفلسطينيين ورغبة المجتمع الدولي في حل القضية التي هي عطوى القضية في العالم يعني لم يمر العقد للقضايا بشكرك شكرا جزيلا طبعا الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط